اشتركوا في القناة على عروبة الكنيسة الأرثوذكسية في الأراضي المقدسة يتمظهر صراعا داخل أقطاب الكنيسة والجمهور العربي هذه هي مواضيع خلف الجدار لهذه الليلة الآن نذهب لنستعرض بعض الأخبار في البانوراما في خطوة تتعارض مع الشفافية وحرية الحصول على المعلومات وببادئ الديمقراطية رفض بن يمين تنياهو مناقشة جعل مدولات اللجنة الوزرية لشؤون سن القوانين مكشوفة أمام الجمهور وعدم نشر بروتوكولات اللجنة ولمواجهة النكبة وخلق رواية إسرائيلية موازية أقرت لكنيسة مشروع قانون لإحياء ما تدعي أنه ذكر طرد اليهود من الدول العربية وإيران عام 48 في خبرنا الأخير غضب نفتالي بانت بشدة إذا أمنع نتنياهو وزير الإسكان من حضور جلسة المجلس الوزري المصغر الأخيرة لمناقشة اختطاف المستوطنين وعن قضية اختطاف المستوطنين سنتحدث الآن في المحور الأول من خلف الشرك إذن الحملة ضد حماس في الضفة الغربية استنفدت في قسمها الأكبر هذا هو لسان حال الصحافة الأمن في إسرائيل والانتباع السائد بعد بدء عملية البحث عن المستوطنين واعتقال القيادات الفلسطينية كيف تعامل الداخل الفلسطيني مع هذا الواقع خصوصا أن خيوطا من الكشف عن هوية خاطفي المستوطنين لم تظهر إلى الآن نتحدث عن هذا الموضوع فينضم إلينا من الناصرة أستاذ برهوم جرايسي وهو محلل سياسي أهلا بك قبل أن أبدأ معك الحوار سنذهب إلى تقرير يعرض لنا لأجواء إسرائيل في خضم العملية التي خاضها الجيش والشباك في الضفة الغربية في قيادة الجيش ترجو أفكار بأنه حان الوقت لإنهاء العملية الكبيرة لأنها لا تجدي نفع بل تجر معها الأخضار في نهاية المطاف الجيش الإسرائيلي أدار عمليتين اثنتين الأولى مركزة لتحديد مكان المخطفين وثانية لاستهداف الخاطفين منذ مطرع الأسبوع المنصر وفي نهاية هذا الأسبوع تبلور تقدير وصل إلى القيادة في وزارة الأمن وإلى المجلس الوزري المصغر يقول انظروا لقد بدأنا نخسر في هذه الرواية فما هو السبب؟ العديد من الأسباب تتضافر في شهر رمضان الذي يبدأ إما الجمعة أو السبب لذا ستكون لدينا مشكلة حادة في استمرار تنفيذ الحملة بالإضافة إلى الرأي العام المحلي والدولي التقدير هنا في القدس هو أن الدول العربية المعتدلة لن تستمر بالجلوس جانبا وبإعطائنا حرية العمل عبر صمتها وفي نهاية الأمر هناك الكلفة مقابل الجدوى انعقد المجلس الوزري المصغر أمس ثلاث ساعات في الليل جلس وزراء الحكومة وعلت أصوات داخل المجلس لمحاولة دفع عملية عسكرية للدخول إلى مؤسسات السلطة المختلفة أيضا بهدف فرض سياسة أخذ العبر أو جعل السلطة الفلسطينية تتحمل المسئولية أو جعلها تفهم بأن هذه مسئوليتها لكن تم صد هذا الموضوع وفي نهاية المطاف أصغى نتنياهو إلى الأصوات المعتدلة أما الوضع الحالي فهو التركيز على البحث عن الخاطفين وكل نشاط عسكري آخر سينخفض ليتوقف نهائيا في الأيام المقبلة إذن سنتسرق إلى كل هذه النقاط التي عرضها المحلل الإسرائيلي خصوصا أن شهر رمضان المبارك أصبح على الأبواب والكل يترقب كيف ستكون ردة الفعل الإسرائيلية خلال هذا الشهر الفضيل وخصوصا أيضا أن إسرائيل قالت بأنها لن تتهاون خلال هذا الشهر وعن أهمية هذه العملية العسكرية بالنسبة للجمهور الإسرائيلي وإذا استطاع أن يتقبل كل ما حصل أو أقنعه ما حصل وما قام به الجيش الإسرائيلي والقوى الأمنية الإسرائيلية كل هذه العنامين سننقشها بعد الفاصل مجددا نرحب بكم في خلف الجدار ونبدأ الحوار مع أستاذ برهوم جرائيس المحل السياسي من الناصرة أستاذ برهوم هل برأيك الجمهور الإسرائيلي اقتنع أو أرضته العملية التي قادها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية واعتقال هذا العدد الكبير من القيادات الفلسطينية وقيادات حركة حماس أستاذ برهوم أعتقد أننا فقدنا الاتصال مجددا أستاذ برهوم جرائيسي يبدو أن لدينا مشكلة في الاتصال مع الناصرة في هذا الوقت من المهم أن نلفت إلى حادثة حصلت في الكنيسة وكان بطالها النائب العربي أحمد الطيبي حادثة عنصرية في الواقع تعبر عن مدى حتى عنصرية بعض الأطباء الإسرائيليين تجاه العرب حتى في مسألة الطبابة نشاهد سويا هذا التقرير ديون متוח הקיים היום בכנסת בעקבות דבריו של דוקטור דודי משאלי שתיאר את הקשיים שהוא חש כרופא יהודי שנדרש לטפל בחולים פלסטינים בימים כאלה של מתיחות ביטחונית ושסע עמוק בין יהודים וערבים במיוחד בכנסת לא צריך הרבה כדי להלהיט את היצרים למעשה די בדיון שגרתי במליאת הכנסת הרגע לחילופי הדברים האלה כתבה ששודרה כאן בערוץ העשר במעדורת שישי בסוף השבוע האחרון אף פעם זה לא הזיז לי כשאני נוסע לנתח בן של חמאס נקמה עזה וזה פעם ראשונה שזה נהיה לי בלתי אפשר להראית על זה נמאס לי מלהיות היפה נפה שעוזר לנזקקים תארו לעצמכם שרופא ערבי היה בשנת אלפיים אומר קץ הנפשי אני לא רוצה לטפל ביהודים כמה זמן הוא היה מחזיק בבית חולים הבן אדם מביע, הוא כמעט מצטער על זה שהוא הולך בלא השמחה לעבודה שלו מה אתה לא מבין בזה זה בסדר חבר נזד, חבר נזד, חבר נזד טיבי פעם שישית לצאת החוצים לצא מחוצה בבקשה תתבייש לך תתבייש לך שבת חבר נזד טיבי תצא החוצה מעולה בבקשה זה דיון תצא החוצה ובתור דוקטור שעזר לרב המרצחים יסר ערפא תחשו טוב על האתיקה שלך שבה עשת כמובן תחשו ס SEC 여 немножечת مجددا נעוד כל מסר خير סłemしました صوتك 很好 ס �اظ بارهم نريد ynen نريد نفهم منك. إسرائيل في أي وضعية الآن فيما يتعلق بالعملية بالضفة الغربية. الجمهور الإسرائيلي ما رأيه بما يحصل. خصوصا أن المستوطنين لم يعثر عليهم. إلى متى ستستمر الأمور على حالها؟ وهل سيعلن الفشل قريبا؟ أولا أنا برأي أن نحدد الأمور كما هي الآن. أول شيء علينا أن نتعامل بحظر شديد مما ينشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية جميعا. بما فيها الصحف الخاصة. لأنها كما علمت التجربة قد تكون هي أيضا شريكة من حيث تدري أو لا تدري في الحرب النفسية الموجهة ضد الفلسطينيين. بمعنى أن الشفافية في جيش الاحتلال لم تصل إلى هذا الحد. الذي نسمع فيه تقارير عن فشل هنا ونشاع هناك وإلى آخره. ولهذا هناك عامل يعني عامل نفسي كبير في هذا المجال. كذلك جيش الاحتلال يحاول يعني تكرير تجربتي في الحرب على لبنان في العام 2006 بمعنى أنه يخوض حربا أو عدوانا واسعا أمام وسائل الإعلام. وهذا يعود إلى محاولة رد اعتبار لجيش الاحتلال للمؤسسة الأمنية والعسكرية على هذه العملية التي بالإمكان تشبيهها أنها ضربة على الأنف. ولهذا نرى مشاهد يعني ليست مألوفة وفضة وشرسة من اقتحامات بيوت ونعف أثاث واعتداء على شخصيات فلسطينية متقدمة في السن وإلى آخره. لهذا قضية الفشل والنجاح لا يمكن حسمها من خلال ما يقرأ في وسائل الإعلام. إسرائيل أعلنت أمس أو في يوم الخميس عن المشبوهين بحسب قاموسها باختفاء المستوطنين الثلاثة. ولكن أيضا لا يمكن الارتكام إلى كل هذه البيانات. نحن نقرأ أيضا أن هناك خلافات أو يعني تباين في وجهات النظر في التحليلات العسكرية المعروضة في الصحف. ولكن قد تكون هذه تعكس جانبا من الجدل في هيئة أركان الحرب في جيش الاحتلال. وهذه خلافات تكتيكية وليست جوهرية. بمعنى تطرح أسئلة هل العمليات أو العدوان الجاري هو من أجل تحقوق الهدف أم من أجل تحقوق أهداف أخرى. لماذا لا يتم التركيز أكثر على قضية العثور على المستوطنين الثلاثة؟ بمعنى أنه لا يوجد في الصحافة الإسرائيلية في الإعلام الإسرائيلي في الحلبة السياسية الإسرائيلية على كل تلوناتها وتنوعاتها أسئلة جوهرية بمعنى من قاد إلى هذا الوضع وقضية استمرار الاحتلال والعنجهية والفضاظة الإسرائيلية لا يوجد إطلاقا نقاش بأن هناك وحدة حال وقد علمت التجربة أن الشارع الإسرائيلي يرقص حول الموقدة عندما تشعل تشتعل آسف وهذا ما تستغله يعني كما قلت تشتعل الموقدة وتستغله إسرائيل لكي تعيد اللحمة خصوصا مثلا عندما يكون هناك خلافات داخل الاتلاف الحكومي على مستوى السياسي على مستوى الحزبي في هذه القضية هناك وحدة أم هناك وجهات نظر مختلفة أيضا للأحزاب تبقى في إطار الاختلاف وليس الخلاف لا لا يعني سيدتي كل قضية الخلافات هي فقط من أجل الاستهلاك الإعلامي لا توجد خلافات جوهرية أنا سأحضر مثلا نموذج من اليوم نسمع عن تسيبي ليفني وتصريحاتها ودعوتها إلى استئناف المفاوضات وإلى آخر وكأنها أحيانا تتبرم وتتفتل على مقعدها ولا تريد ولا يعجبها الوضع الحالي ولكن اليوم نشرت مقال في صحيفة أمريكية أن لم تخن ذاكرة وول ستريت جورنال تدعو فيه إلى منع حركة حماس من المشاركة في الانتخابات الشرعية الفلسطينية وهي تدرك كغيرها أن منع حركة حماس يعني عمليا منع الانتخابات ككل لأنه لن تجد فصيلا فلسطينيا واحدا يقبل أن يخوض الانتخابات تحت شروط إسرائيلية من هذا النوع بمعنى أن تسيبي ليفني تحاول أن تجمل موقفها في ناحا وتكشف عن جوارا في ناحا أخرى في رمضان كيف تتوقع أن يكون التصرف الإسرائيلي في الضفة الغربية على كل المستويات برأيك بشكل سريع إذا جمعنا كل التقارير التي صدرك كما يبدو أن هناك قسم من الأجهزة الأمنية وقسم في قيادة جيش الاحتلال قد وأنا أقول هذا بحضر يرى أنه هذا ليس الوقت المناسب لانفجار شامل في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 ولهذا كان هناك تخوف من استفزاز زائد عن الخطوط معينة للجمهور العام وهذا مسألة قضية رمضان طرحت في الكثير من التقارير وهذا قد يفسر بعض تراخي عمليات جيش الاحتلال في بعض المناطق ولكن علمت التجربة أن حركة الشعوب وشراسة الاحتلال لا تضبطها لا مناسبات دينية ولا شهر رمضان وإلى آخر علينا أن ننتظر حتى نرى كيف سأتصر سأعلق في النهاية كنت أتمنى أن يكون المحور أكبر ولكن تعلم الظروف كانت عكس ما نتمنى للأسف سأعلق على التقرير الذي صدر أو شاهدناه على الشاشة نعم عن النائب أحمد طيبي والمشادة التي حصلت بينه وبين الطبيب اليهودي في داخل الكنيسة والعنصرية التي أبداها الطبيب بعدم معالجة المرضى العرب ما رأيك بالذي حصل إذا كنت شهدت ماذا حدث بين الرجلين وهل العنصرية أيضا على مستوى تمريد أو تطبيب العرب منتشرة في أوساط الإسرائيليين أنا في الحقيقة لم أشاهد هذا المشهد ولكن هذه مشاهد مألوفة العنصرية الإسرائيلية مستشرسة في كافة جوانب الحياة ونحن نلمسها لحظة بلحظة ما يميز أن هذا المستوطن الطبيب باح بما يجل في قلب أنا أريد أن أعطي نموذجا لربما يبتعد قليلا عن هذا الحدث المركزي يوم الخميس فجعت الناصرة بمقتل أم وثلاثة أطفال بحد صروق مروع شاهدنا كل التعقوبات والتعليقات الكثير من التعقوبات والتعليقات في مواقع الإنترنت الإسرائيلية يعني تهلل وتفرح وتقول هذا لا شأننا طالما أن الضحايا عرب معنى أنا أحضرت نموذجا بعيدا لربما عن الحدث المركزي كي أعكس واقع الحال في الشارع الإسرائيلي لا حرج في إسرائيل كما هو الحال في المؤسسة الإسرائيلية من استفحال هذه العنصرية ولهذا لا غرابة أن يصرح هذا المستوطن وبطبيعة الحال سيلقى من يصفق له ويروج له ويعتبره بطلا شكرا لك صد برهم جرائيسي المحل السياسي عن دمامك لنا من الناصرة شكرا لك ومشاهدين سنتابع خلف الجدار بعد قليل ابقوا معنا في خلف الجدار بعد قليل هذه رسالة إلى السوريين تفيد بأنهم إذا استمروا بالاستفزاز وأطلاق النار من جانبهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية فإن اللواء 90 سيتم ضربه بهذا الشكل مجدداً أهلاً بكم إلى خلف الجدار نبدأ المحور الثاني مع بعض الأخبار نشرت هاراتس أن إسرائيل تخشى تراجع الولايات المتحدة على موقفها في الملف الإيراني لذلك ستضغط على الدول الكبرى لحثها على التشدد في مواقفها كذلك هاجم بالنمية تنياهو سياسة باراك أوباما في العراق واعتبر أن من الخطأ تخفيف الضغوط على إيران مقابل تعاونها في الحرب على التنظيمات الجهادية في العراق أما فرنسا تعممت على مواطنيها بلاغاً تحذيرياً بعدم الإقدام على أي نوع من الاستثمارات في المستوطنات الإسرائيلية والقدس الشرقية ولا حتى في مرتفعات الجولة هذه أخبار المحور الإقليمية الآن نذهب لنناقش التوتر على الحدود مع إسرائيل كل يوم يظهر تطور جديد على حدود إسرائيل ينظر بتوتر يقترب تتوسل معه إسرائيل تهديئة لا يغيب عنها تهديد مبطن بقلب الطاولة على أعدائها فمن الجولان إلى الضفة وغزة خطر محدق ربما يشكوا على تغيير قواعد اللعبة عن هذا التغيير المحتمل المرتقب نتحدث الآن مع أستاذ فادي نحاس هو الباحث في الأمن القومي الإسرائيلي وهو أيضاً يحدثنا من الناصر أهلاً بك أستاذ فادي وقبل أن أبدأ معك الحوار نذهب إلى هذا التقرير طائرات الجيش الإسرائيلي ودبابته هاجمت ليلاً أهدافاً لجيش الأسد رداً على إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات وقد حذر وزير الأمن يعلون بأن إسرائيل سترد على كل استفزاز معنا محللنا روني دانييل ومعي في الستوديو إيهودي عري أيساً من الوهم القول بأن حادثة مثل التي وقعت أمس قد تتكرر قريباً آمل أن لا تحصل لكن ليس وهماً بأن هذه الحدود ستبقى هادئة كما هي حالها منذ سنوات عديدة اهتموا بالجفة على الحدود الشمالية بواسطة حزب الله ولم يكونوا مضطرين للعمل على هذه الحدود انظر كان يمكن ضرب مواقع وقواعد للسوريين بنيران المدفعية والتي هي أيضاً نيران دقيقة لكن حقيقة استخدامهم طائرات هي محاولة للتوضيح للطرف الثاني مدى الخطورة التي تنظر بها إسرائيل إلى إطلاق الصواريخ هل هذه الإشارة ستفهم من الطرف الآخر؟ هذا ما لا أعرفه لكن من الواضح أن إسرائيل تعتزم على الأقل أن تحتفظ لنفسها أو أن تدير على امتداد خط الحدود هذا سياسة توضح للطرف الثاني أن كل حالة من هذا النوع هي خطيرة وغير مقبولة ولا تحتمل وعليه سوف نرد لكنها في المقابل لا تريد انهيار الوضع على طول الحدود وبالتأكيد لا يريدون إدخال جيوش ولا التدخل في الفوضى السورية المستمرة منذ ما يزيد على ثلاث سنوات لقد شنت إسرائيل هجوما على اللواء الأمامي لشيش الأسد في القسم الشمالي من هضبة الجولان اللواء تسعين وهذه رسالة إلى السوريين تفيد بأنهم إذا استمروا بالاستفزاز وأطلاق النار من جانبهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية فإن اللواء تسعين سيتم ضربه بهذا الشكل وبالتالي سيتمكن المعارضون من تحقيق ما يحاولون تحقيقه وهو السيطرة على القنيطرا إذن هذا تحليل من القناة الثانية الإسرائيلية للمحلين العسكريين سفادي نحاس هل توافق على أن إسرائيل غير معنية بتغيير قواعد اللعبة في الجولان نعم أنا أعتقد أن إسرائيل في هذه المرحلة غير معنية في تغيير قواعد اللعبة القراءة الاستراتيجية لإسرائيل منذ سنتين منذ بداية الحراك العربي والأزمات العربية أنها تقف في حالة تتحول من حالة الصدمة إلى حالة التكيف مع الوضع القائم وإسرائيل مدركة أن الوضع على جميع الجبهات هو قاطب من حيث وجود مخاطر جزئية متنامية على جميع الجبهات وهي ليست بحاجة في هذه المرحلة بأي مواجهة عسكرية لأنها تعتقد في السنة الأخيرة أن منسوب الردع الفعل لإسرائيل مقابل الجيوش النظامية ارتفع لذلك ليست بحاجة لأي مواجهة في هذه المرحلة وخاصة في الجبهة السورية وفي الضفة الغربية وسيناء وغزة طب أستاذ فادي هناك عملية تحصل في الضفة الغربية خطف مستوطنين هناك أطلق صواريخ في الجولان هناك عمليات تسلل في غزة هل ترى أي ترابط بين كل هذه الأحداث في وقت واحد يحصل في هذه المرحلة أم كل حدث يحصل على حدة منفصل عن الآخر أنا أعتقد أنه لا توجد هناك علاقة مباشرة بين الأحداث المختلفة إسرائيل تعيش منذ سنوات في هذه الوضع لأنها دولة دولة احتلال ويتواجه بشكل دائم على جميع الجبهات لكن ما يجري في العالم الغربي يضع إسرائيل في مستجدات وتحديات جديدة ما جرى في الضفة الغربية عملية المخفقدين أو المختطفين إن صح التعبير أعتقد هذه عملية كانت لحد ما مفاجئة لإسرائيل من حيث ضرب السيادة الإسرائيلية وعملية ضرب الردع الإسرائيلي فيها في بداية الأمر تعاطت مع الأمر على أنها عملية محدودة لإرجاع المختطفين إلى إسرائيل وأنا أريد أن أشير هنا أن إسرائيل في بداية الأمر تعلمت من دروز العدوان على لبناند لم ترفع صقف الأهداف الغير معلنة من هذه العملية رغم أنه التصريحات نتونياه والضغط على الرئيس أبو مازي فلذلك إسرائيل دهبت أو خرجت إلى هذه العملية نتيجة أمر واقع فرد عليها وباعتقاد أدى لإرباك إذا أردت أن نتحدث عليها لاحقا قد نستفيد الحديث في هذا الأمر أما في مسألة الشأن السورية الأمر مستمر حالة التوتر على الجبهة السورية هي مستمرة مع إسرائيل وبعتقد سيلا تملك استراتيجية واضحة في هذا المجال على الجبهة السورية مع أن مثلا الكثير من التسريبات للجيش الإسرائيلي تقول بأن حالة عدم أو وقف إطلاق النار بين السورية وإسرائيل قد ألغيت هذه الجزئية أيضا تنقضها كما أنت ذكرت بأنها الآن منشغلة فيما يحصل في الضفة الغربية بسبب هذه العملية التي أحدثت حالا من الإرباك برأيك الضفة الغربية هي أولوية بالنسبة لإسرائيل في الوقت الحالي أم أن هناك من يقول مثلا أحد المحللين العسكريين يقول بأن الهدف يجب أن يكون منصبا على غزة وليس على الضفة الغربية لأنها أساس خروج حركة حماس ما رأيك لا بأعتقادي في الشأن الفلسطيني الأمر منصب على الضفة الغربية أنا بأعتقد أن أسرائيل لا تنوي القيام على الأقل في المدى القريب عملية ضد غزة لعدة أسباب بداية أن أي عملية لن تحقق أي هدف عيني في إعادة المخطفين على الأقل في هذه المرحلة أضف إلى ذلك الوضع الموجود فيه حماس والحالة خاصة حالة التوتر القائمة مع مصر في هذه المرحلة حماس في هذه المرحلة مأزومة على عدة مستويات وإسرائيل ليست بحاجة إلى أكثر تصعيد أضف إلى ذلك لأ أدري إذا هناك يوجد بنك بنك معلومات واضح بنك أهداف واضح لإسرائيل هي تريد أن تضربه في هذا الشأن أضف إلى ذلك أن إسرائيل برغم أنها تستبعد حسب تقديراتها الاستراتيجية انتفاضة فلسطينية ثالثة لكن بدون أدنى شك استمرار المواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية إقامة الحواجز إلى ما إلى ذلك وبالتالي إشعال أيضا جبهة جديدة ضد حماس قد يعزز مسألة الحكومة المصالحة الفلسطينية التي أثارت غضب نطنيها بل أربكته تماما في ظل التأييد الدولي لهذه الحكومة لذلك حاليا إسرائيل تتعاطى مع مسألة الضفة الغربية وأنا برأيي التعاطي هو عيني في مسألة المخطفين أنا لا أعرف بل بالعكس هناك تراجع وهناك تراجع من حدة الفعالية العملية الإسرائيلية على المستوى الفشل باعتقاد الاستخباراتي والتوقف عملية تبادل أسرى قد تكون معضلة لإسرائيل خاصة أن اليمين الإسرائيلي يرفض هذا الأمر هذا بفيخص الشأن الفلسطيني أنا أتفق مع ما قلت سيدتي أن إسرائيل لا تنوي فتح جبهات عديدة لكنها تتحسس وتتوجس باعتقاد شخصي أكثر من جبهتين أساسيتين الجبهة الأولى هي التلاشي سيناء كمنطقة عازلة وهذا أمر مقلق تماما ومن يدرك ما يجري في تجهيزات العسكرية أو إقامة اللواء العسكري في منطقة إيلات في إسرائيل يدل أن إسرائيل في حالة قلق لأن هي تنطلق من اعتبار أن الجيش المصري غير قادر في هذه المرحلة على مواجهة ما يجري في غزة بأسف في سيناء وأضف إلى ذلك عدم المواجهة مع الجيش السوري في هضبط الجولن نعم أشكرك أستاذ فادي نحاس في الواقع كان وقتنا قليل معك ولكن للأسف شكرا لك نلتقي بك من جديد لنستفيد منك خصوصا فيما يتعلق بأمور العسكرية الإسرائيلية وتطورها مشاهدين بعد قليل سنعود لنتابع خلف الجدار في القسم الأخير ابقوا معنا في خلف الجدار بعد قليل الأب عطل حنى جميعكم تعرفون هذا الأب هو دائما يقف مواقف وطنية ومواقف قومية وهو يقف إلى جانب عروبة هذه الكنيسة مجددا نرحب بكم في خلف الجدار من دون شك أن هناك أزمة في الكنيسة الأرثوذكسية في الأراضي المقدسة خلاف بين البطريارك والمطارين العرب تحول إجراءات عقابية بحق المطران أعطى اللحنة الصراع امتد من ظروفه الآنية إلى استنهد القوى العربية للحفاظ على عروبة القدس وحفظ المقدسات العربية التي تنتهيكها عفوا إسرائيل في الأراضي المقدسة عن هذه القضية سنتحدث الآن مع سيدة المطران عطالة حنى الذي ينضم إلينا من القدس وهو طبعا رئيس أساقفة سبستيال الروم الأرثوذكس أهلا بك سيدة المطران بداية سمح لي أن أبدأ من رد البطرياركية لنفهم ماذا حدث البطرياركية تقول بأن هناك حملة تشوية تتطابق بالأهداف وتتناسق بالتوقيت مع حملات المستوطنين الشبيهة وتحكمها المصالح الشخصية للكهنة ما رأيك بداية بهذا الرد بهذا الكلام للبطرياركية الأرثوذكسية ولماذا استهدافك بشكل شخصي يعني أنا أعتقد بأن هذا البيان لا يستحق الرد وهو بيان تضليلي كغيره من البيانات التي صدرت في الفترة المنصرمة على سبيل المثال قبل فترة من الوقت صدر بيان مشابه يتحدث عن تجريد الكاهن الذي يدعو إلى التجنيد وفي نفس اليوم الذي فيه تم الإعلان عن هذا البيان كان البطريارك يستقبل هذا الكاهن ويثبته في موقعه وفي الكنيسة التي يخدم فيها أنا أعتقد بأن هذه البيانات التي تصدر عن البطرياركية هي بيانات تضليلية هي بيانات فقط للاستهلاك العربي أو الفلسطيني وما إلى ذلك والهدف والهدف من هذه البيانات هو امتصاص الغضب الشعبي الفلسطيني وكذلك المسيحي والأرثوذكسي إن حقيقة ما حدث وما يحدث هو أن البطرياركية وقيادة البطرياركية ويا للأسف خضعت لضغوطات إسرائيلية وهذه الضغوطات الإسرائيلية هي التي أدت إلى اتخاذ هذه القرارات التعسفية بحق الكهنة الأرثوذكس العرب الوطنيين ونحن بدورنا نرد على هذه الإجراءات العقابية بقطع الرواتب فنقول بأن الإنسان يمكنه أن يعيش بدون راتب يمكنه أن يعيش بدون طعام ولكن لا يمكنه أن يعيش بدون كرامة وبدون استقامة وبدون قيم والقضية الأرثوذكسية والأزمة القائمة في الكنيسة الأرثوذكسية هي منذ عشرات السنين لا بل منذ مئات السنين وهي ليست قضية شخصية بيان البطرياركي يتحدث عن أن الخلاف مع كهنة المسألة ليست مسألة الكهنة فقط وإنما كل أبناء الرعية وكل أبناء الشعب الفلسطيني عندما يتم التفريط بالعقارات الأرثوذكسية عندما يتم تشويه صورة الكنيسة الأرثوذكسية التي كانت دوما كنيسة وطنية بامتياز وكنيسة تنادي بالعدالة وتنادي بنصرة المظلومين وعندما يتم يعني حقيقة إعطاء غطاء لدعاة التجنيد والأسرلة والصهينة أنا أعتقد بأن هذه أمور لا يمكن السكوت أمامها نحن حقيقة قررنا التصعيد بعد أن أغلقت أمامنا كل الأبواب نحن توجهنا بعدة رسائل توجهنا بعدة نداءات إلى البطريارك وإلى المجمع المقدس وكان الرد على هذه الرسائل هو الإجراءات العقابية التي صدرت مؤخرا وبالتالي الاستنتاج القائم عندنا هو أن البطرياركية ليست معنية بالتعاون ليست معنية بأن تلبي أي طلب من الطلبات التي قدمناها ليست معنية بأن ترد على هذه الطلبات التي وجهت إليها وبالتالي نحن نعلن عبر قناة الميادين أننا كإكلريكيين عرب أرثوذكس وكذلك أبناء الرعية الأرثوذكسية والمؤسسات الأرثوذكسية لن نكون متفرجين صامتين أمام ما يرتكب بحق كنيستنا من محاولات إسرائيلية هادفة للتدخل في الشؤون الداخلية للكنيسة ومن محاولات هادفة إلى الإساءة إلى صورة الكنيسة ومكانة الكنيسة سيد المتران ما هي الخطوات حقيقة من يسيء إلى الكنيسة نعم ما هي خطواتكم التصعيدية يعني دعيني أقول نعم الخطوات التصعيدية نحن سنتواصل مع كل الكنائس الأرثوذكسية في العالم وقد ابتدأنا بذلك ستكون هناك حقيقة الكثير من الاعتصامات والكثير من المؤتمرات للتعريف بهذه القضية لأن التضليل الإعلامي هو سيد الموقف وبالتالي من واجبنا كأبناء كنيسة أرثوذكسية وكخدام للكنيسة الأرثوذكسية أن نوضح للرأي العام المحلي والعالمي والعربي حقيقة ما يحدث في كنيستنا الأرثوذكسية نحن حقيقة دائما وأنتم تتابعون مواقفنا يعني عبر قناتكم وعبر الوسائل الإعلامية الأخرى نحن دائما نهاجم السياسة الإسرائيلية العنصرية ولكن دعيني أضيف إلى ذلك أنه أيضا من واجبنا أن نرفض أي نوع من أنواع العنصرية بما في ذلك تلك الممارسة من قبل الإكليروس اليوناني بحقنا كإكليريكيين عرب في البطياركية الأرثوذكسية في القدس نحن لسنا ضيوفا في هذه الكنيسة ولسنا ضيوفا في هذه البطياركية هذه كنيستنا وهذه مدينتنا وهذا هو وطننا ونحن نرفض أن يأتي إلينا رجال دين من اليونان ويعاملوننا كالغرباء من يريد أن يأتي إلى فلسطين وإلى القدس لكي يخدم من اليونان نحن نرحب به شريطة أن يكون هدفه روحي وحضاري وإنساني ووطني أما أن يأتي لكي يتآمر علينا ولكي يبيع أوقافنا ولكي يحرض علينا ويسيء لكنيستنا ولكي يتعاون مع المحتل فهذا أمر لا يمكن السكوت أمامه ولا يمكن القبول به فقط لنوضح أيضا أن بيع الأراضي أو تجديد الإجارات للحكومة الإسرائيلية كان محل خلاف لأنها أملاك فلسطينية أيضا كان موضوع التجنيد ورفضكم للتجنيد هو أيضا موضوع خلافي ضغطت من خلاله إسرائيل كما أنتم تقولون على البطرياركية لكي يتم تتخذ بحقكم هذه الإجراءات العقبية أفهم من كلامك أن خطوط التواصل والحوار مع البطرياركية مقطوعة إلى الآن مقطوعة بشكل كامل لا يوجد لا يوجد هناك إمكانية للحوار مع أناس يتلقون الأوامر من جهات خارجية لربما تكون إسرائيلية أو غير إسرائيلية للأسف الشديد هذا البطريارك لا يتخذ قراراته إلا بناء على إملاءات وضغطات تأتي إليه من هنا ومن هناك والقرار الأخير الذي اتخذ بحقنا لم يكن قرارا كنسيا لم يكن قرارا كنسيا على الإطلاق وإنما كان قرارا بناء على ضغوطات إسرائيلية نحن نعلم أن هناك وفود إسرائيلية تأتي وتضغط وتمارس ضغوطها على البطريارك وعلى المجمع وكان من المفترض وكان من المفترض أن يقوم البطريارك برفض هذه الضغوطات لأنها لا تنصب في مصلحة الكنيسة وعلى كل حال القضية قضيتنا لا يجوز أن تختزل في مسألة عقوبات أو معاشات أو رواتب قطعة وما إلى ذلك القضية هي أعقد من هذا بكثير وهي أوسع من هذا بكثير إنها قضية المسيحية المشرقية إنها قضية المسيحيين في فلسطين الذين يراد لهم أن يكونوا ضعفاء وأن يكونوا مهمشين في وطنهم يكفينا من نعنيه من الاحتلال من عنصرية ومن حقد ومن ممارسات ظالمة سيدة المطران البطرياركية تنتهج عمدا هذا النوع من الضغط لتفريغ الشرق من مسيحيه ما مصلحتها في هذا الإطار أم أنها تجامل إسرائيل فقط ليس لديها أي أهداف بتفريغ المشرق من مسيحيه البطرياركية الأرثوذكسية في القدس ترضخ لضغطات إسرائيلية هذا أمر واضح ولكن إضافة إلى ذلك هناك خوف لدى هذه القيادة الكنسية اليونانية مما يطلق أو مما يسمى بالتعريب هم يخافون أن يأتي يوم من الأيام وتكون قيادة الكنيسة عربية وأن يكون هناك رئيس للكنيسة عربي وما إلى ذلك وبالتالي هم يسعون وبكل الوسائل المعهودة والغير معهودة لتهميش الإكليروس العربي الوطني وإضعاف مكانة الإكليروس العربي الوطني عندنا أكثر من ثلاثين أرشمندريت مرسومين في كل كنائس العالم من أصول فلسطينية وأردنية ومرفوض أن يعودوا إلى كنيستهم الأم إلى فلسطين أو إلى الأردن لأن هناك خوف من أن يتحول وجود الإكليريكيين العرب إلى مسألة تعريب وما إلى ذلك وأنا أود أن أقول وبصريح العبارة نحن لا نعادي اليونان ولا نعادي الإكليروس اليوناني ولا نعادي الدولة اليونانية كما أننا لا نعادي أحدا على الإطلاق نحن أناس منفتحون على كل القوميات وعلى كل الديانات ولا توجد عندنا مشكلة أن نتعاون مع أي إنسان بغض النظر عن انتمائه القومي ولكننا نرفض أن يأتي إلينا إكليريكيين من اليونان لكي يستعمروننا ولكي يبيعوا أوقافنا ولكي يتآمروا مع الإسرائيليين إذا ما أرادوا أن يكونوا هنا فليكونوا مخلصين لرسالة الكنيسة وللبطياركية وللدور الوطني الذي يجب أن تقوم به الكنيسة سيدة المطران قلت جملة خطيرة أن يستعمروننا تسميه هذا استعمار في أقل من ثلاثين ثانية طبعا طبعا هذا استعمار عندما نطهد عندما نطهد في كنيستنا لأننا فلسطينيين ولأننا ندعم القضية الفلسطينية ولأننا نرفض التجنيد ولأننا نطالب بالإصلاح ولأننا نطالب بأن تكون الكنيسة كنيسة بالفعل وليست مؤسسة عقارية كما هي الآن حقيقة نحن مطالبنا هي مطالب إصلاحية نحن لم نسيء لأحد ولم نحرض على أحد ولم نطالب بأن يعني حقيقة بأن يمس أحد نحن ما نطالب به هو الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح الكنيسة إذا لم يكن في داخلها إصلاح في كل جوانب الروحية والإدارية والعقارية والمالية من كل الجوانب حينئذ تفقد الهدف من وجودها الكنيسة هي كنيسة موجودة لكي تخدم الإنسان ولكي تخدم المجتمع نعم شكرا لك سيادة المطران أتمنى أن تكون وصلت هذه الصرخة من قبلكم ونقبل أيضا أن يكون هناك تجاوب مع الكنيسة الأم في اليونان لمطالبكم شكرا لك سيادة المطران أتمنى أن رئيس أساقفة سبسيا لروم الأرثوذوكس كنت معنا من القدس وسنتابع بطبيعة الحال خطواتكم التصعيدية من قبلنا نحن في الميادين وأيضا كل تطورات هذه القضية مشاهدين إلى هنا نختم خلف الجدار لهذه الحلقة أشكر لكم المتابعة بإمكانكم التواصل معنا عبر فيسبوك وتويتر وأيضا عبر الإيميل أود أيضا أن أخبركم بأننا هذه الحلقة الأخيرة قبل بداية شهر رمضان شهر الفضيل نتمنى أن يكون شهر خير وباركة عليكم جميعا وسنعود بعد انتهاء هذا الشهر الفضيل شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي القناة